ثمانية نصائح لتصبح أكثر سعادة من منا لا يبحث عن السعادة ويبحث عنها هنا وهناك؟ وكما قال أينشتاين لو آردت أن تكون سعيداً قم بربطها بهدف وليس بشخص أو بشيء فلا تربط أبداً سعادتك بشيء ما يمكن أن يختفي أو يزول في أي وقت وتختفي معه السعادة التي طلبتها وسنتعرف معاً في هذا الفيديو على أهم النصائح التي ستبقيك سعيداً بإذن الله كن محباً لنفسك أولاً أمنح نفسك ما تسعى إلى الحصول عليه من الآخرين فإن كنت تريد الحب ابدأ بحب نفسك أولاً وتقبلها كما هي تخلص من السلبية تأمل الأشياء من حولك وعندما تجد شيئاً يشعرك بالسلبية لا تتردد كثيراً في إزالته من حياتك والتخلص منه على الفور لا تقارن نفسك بالآخرين فبدلاً من مقارنة نفسك بالآخرين قارن نفسك بما كنت عليه في الماضي سيساعدك هذا في معرفة مدى تقدمك في حياتك الخاصة عبر عن مشاعرك باستمرار لا تحاول إخفاء مشاعرك وتجاهلها حتى لا يؤدي ذلك إلى زيادة حدة هذه المشاعر أحط نفسك بأناس إيجابية اقضي المزيد من الوقت مع أشخاصاً تشعر معهم بارتياح ونظم أوقاتاً للتنزه معهم ورسلهم باستمرار خذ فترات راحة من وسائل التواصل الاجتماعي أحياناً قد تشعر بالإحباط لرؤية حياة شخصاً ما على وسائل التواصل المختلفة فاعلم أن ما تراه يكون مبالغاً فيه وإن تلك اللحظات التي تراها لدى البعض هي أفضل لحظاتهم فمن الأفضل أن تبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي لفترة من الوقت كل يوم حدد نقاط قوتك وضعفك حتى تساعدك نقاط قوتك على تعزيز الثقة لديك فتشعر بالسعادة وتمنحك نقاط الضعف الدافع حتى تعمل على تقويتها أو تغييرها ساعد الآخرين في أمورهم حيث أثبتت الدراسات أن مساعدة الآخرين تعمل على إسعادك بشكل كبير فمن الضروري تخصيص وقتاً للمساعدة في أمور غيرك حتى تشعر بالسعادة والرضا وفي النهاية نتمنى لك السعادة والتوفيق ولا تنسي الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد